بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية دعوات يطلقها نجفيون للحكومة المركزية للتعامل بالعدل والمساواة وعدم التمييز مع جميع أطياف الشعب العراقي خاصة مع أقليم كردستان ومواطنيه من النجف نأخذ من الأب الإمام علي قول الناس صنفان ما أخلك في الدين أو نظيره لك في الخلق الجميع سواسية ومن يتحلى بالإنسانية عليها أن يطبق الإنسانية أنا أطالب الحكومة العراقية بأن لا تستخدم ورقة الرواتب الموظفين اعتبار كلنا موظفين وكلنا نحتاج لأصحاب عوائل وكلنا نحتاج إلى القوة اليومية استهداف قوة المواطن هي أضعف حلقة ممكن أن تستهدفها وهذا بالتالي لا يؤثر على المواطن فقط وإنما يؤثر على الحالة الاقتصادية بشكل عام للإقليم والعراق اليوم المواطن والسوق هو حكم الراتب إذا تقطع راتب عن المواطن لاستخدام لغرض ضغط سياسي يعني أنت راح تأثر بالتالي على منظومة كاملة فهذا العمل أنا أعتقد أنه غير صحيح فيما دعى مهتمون بالشأن العراقي إلى ضرورة إيجاد صيغة توفقية في حل الملفات الداخلية بعيدا عن استخدام قوة المواطنين كورقة ضغط سياسية أعتقد أن على الحكومة التعامل مع ملف كردستان كما تتعامل مع أي ملف آخر يخص أي محافظة عراقية وبالتالي مسألة تسليم رواتبهم وتأخيرها واستعمال رواتب الموظفين والطبقة المتوسطة كورق الضغط على حكومة كردستان أعتقد أن هذا لا يجدي وهو يزيد الشقة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد وكذلك على الإقليم التعامل بالشفافية مع الحكومة المركزية الاتحادية حتى تضمن وصول الرواتب منتظام إلى موظفها ويرفض الشارع النجفي كل أشكال التمييز والتي تستخدم تجاه الشعب كون كل المواطنين متساون بالحقوق والواجبات وفقا للقانون والدستور من النجف محمد الغالبي واني نيوز